يدنا صلى الله عليه وسلم نوال السيدات معهن وكيف كان يعطي كل واحدة منهن قدرها فكان يعرف وهذا مقام عظيم أنا أعرف من الذي يرضيك للذي يرضيني أنا بدليل أني لو جئت إلى دابة من الدواب هي تحب أن تأكل قشر الموز وأن أريد أن أعطيها ثمرة الموز لأني أنا أرى أن ثمرة الموز أطيب وهي تتركها وتأكل قشرة الموز دابة من الدواب من المخلوقات فأنا أحزن لأنها تختارها قال أولئا العبرة أن تهادي الناس بما يحبون لا بما تحب أنت فهو إنسان يحب الأقلام فأشتري له قلما يحب الساعات فأشتري له ساعة المصطفى هكذا كان يتعامل مع زوجاتي هذه ماذا تحب وهذه ماذا تحب لا أن يساويهن كلهن هذه تحب القرع فآتي للكل بالقرع بطيخ كل البطيخ ذهب كلهن ذهب لا هذه تحب شيء وهذه تحب شيء وهذه تحب شيء فسيدنا صلى الله عليه وسلم نظر في موقف لسيدة عائشة وهي تريد أن تثبت لأمهات المؤمنين أنها عزيزة وغالية عند رسول الله ففي يوم من الأيام صلواته ربي وسلامه عليه جاءته دعوة في بيته الشريف جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله قد وفد إلينا وفد من خارج المدينة من الأحباش لا يتحدثون العربية ومعهم حراب أي عصي وفيها سهم وهم يريدون الدخول إلى المسجد ويريدون أن يرحبوا بك وفرحانين بأنهم سيلتقون بك فقال هل أمه فدخلوا فلما دخلوا جاء المصطفى فسمعت السيدة عائشة أن شيء غريب شيء جديد بلغتنا اليوم شيء سيلتفت إليه كل الصحابة كل أهل المدينة سيحضرونه وطريند بمعنى الدارج عندنا اليوم فقالت له وكأنه في أناس سيأتون أو كذا فقال نعم فرأى منها أنها تستشرف الذهاب تريد قال لك رغبة أن تشاهدي قالت نعم يا رسول الله قال هل أمي معي فذهبت معه فوضع روح له الفداء يده يده وضعها على الجدار الباب أغلق الباب فهي جاءت برأسها ووضعت رأسها على كتف رسول الله وتنظر إلى الصحابة هؤلاء وهم يرقصون في المسجد بالحراب ويرددون كريمات فالمصطفى نادى قال ماذا يقولون فقالوا يقولون محمد الرجل صالح فكانت رضي الله عنها تضع رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوال الآن زوجاتنا يفتقدن هذا الأمر لو زوجة من الزوجات قالت لزوجها خذني لأحضر أمسي إنشادية وأجلس أنا وأنت كرسي بجانب الآخر وأضع رأسي على كتفك وهو ملتزم دنيا كيف سيقابلها؟ لا ينبغي لك فعل هذا هذا حرام هذه بدعة هذا الأمر لا يليق أم المؤمنين فعلت هذا ورسول الله فعل معها هذا وحضر عارف أين يا سيدي في الروضة التي الآن نحجز عشان ندخلها ما بين المنبر والبيت الشريف دخلوا في هذا ورقصوا في هذا وأنشدوا في هذا وطربوا بهذا ورسول الله ينظر إليهم رسول الله نظر إليهم ولم يحرم إذن هي سنة تقريرية